السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هبدأ في الحكاية على طول من غير أي مقدمات فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم ويا سلام بقى لو توصلوا الفيديو ده لـ 25 ألف لايك زي الزمان ويلا نبدأ في قضية النهاردة الحكاية ابتدت سنة 1996 وتحديدا في الكرة الصغيرة اللي حوالين العاصمة كييف غرب أوكرانيا الناس كانت عايشة في حالة من الرعب والخوف والقلق أربعين شخص اتقتلوا في الثلاث شهور بس والحاجة الوحيدة اللي الشرطة متأكدة منها إن كل جرائم القتل دي تمت على يد راجل واحد بس وبسبب اسلوب الوحش في القتل طلع عليه أسامي مختلفة أشهرها سفاح أوكرانيا والمدمر المجرم كان بيقتل عائلات بأكملها والمشكلة إنه كان بيختار ضحياء بشكل عشوائي جدا ومحدش كان عارف إيه هو الدافع فالناس كانت كل ليلة بيستعدوا وكأنهم في حالة حرب أو تحت الحصار اللي جاي ببلطة وحطتها جانب باب البيت واللي حطت سكينة تحت المخدة ومعظم الناس حطت قطبان حديد على الشبابيك وعلى الأبواب وكل يوم قوات من الجيش بتمشي في دوريات الصبح وبالليل وفيه كمان مدارس قفلت وكل ده بسبب راجل واحد بس سلسلة الجرائم اللي الشرطة كانت تعرفها في الوقت ده ابتدت في 24 ديسمبر 1995 لإن بعد كده هيكتشفوا جرائم تانية بس خلينا احنا دلوقتي في الجرائم دي المهم الحادثة الأولى المجرم هجم على بيت في عز الليل وقتل الزوج والزوجة ببندقية صيد وخنق بإيده الأطفال الصغيرين وسرق حاجات خفيفة من البيت وبعد كده حرق البيت علشان ما يسبش أي قصر أو دليل وراه بعد كده الحادثة التانية كانت في 2 يناير 1996 يعني بعد الحادثة الأولى بحوالي أسبوع المهم المجرم هجم على بيت لعيلة تانية مكونة من أربع أفراد وقتلهم بنفس الطريقة وسرق حاجات بسيطة برضو من البيت وبعد كده حرق البيت تمام زي المرة اللي قبلها بس المرة دي بعد ما خلص وهو سايب مصرح الجريمة شاف واحد في الطريق فخاف يشهد عليه فقتله هو كمان المهم استمرت الجرائم دي بالنفس الطريقة بس المشكلة إن ما كانش فيه أي شهود عيان لأنه كان بيقتل أي حد ييجي في طريقه وكان كمان بيحرق البيوت فالأدلة اللي كانت موجودة كانت قليلة جدا المهم استمرت عمليات القتل الجماعي على مدار 3 شهور لغاية ما وصلوا الأربعين ضحية من مختلف الأعمار ففي الوقت ده الحكومة الأوكرانية قامت بعملية بحث كبيرة جدا واشترك فيها 2000 شرطي وكمان اشترك فيها الحرس الوطني والمحاقين كانوا بيحاول إن هم يجمعوا معلومات بطرق مختلفة ويتكلموا مع الناس في الكرة اللي حصلت فيها الجرائم ولو أي حد منهم شاكك في أي حاجة كان بيبلغهم على طول وطبعا الناس كانت متعاونة جدا لأنهم كانوا مرعبين وعايزين الراجل ده يتقبض عليه بأي شكل ممكن وفي آخر الفيديو هقول لكم على حاجة يعني كانت مأساوية حصلت أثناء البحث عن القاتل بس هي مش مؤثرة على الأحداث فهقولها في الآخر المهم في الوقت ده الأدلة اللي كانت بتبقى فضلة بعد حريق البيوت هي أثار ضربات الرصاص على الحيطان فعرفوا إنها طلقات من بندقية صيد من نوع معين بتسيب العلامة بالشكل ده فالشرطة كانت بتدور على نوع السلاح ده في كل الكرة اللي حصلت فيها الجرائم لغاية ما في 14 إبريل 1996 واحد كلم الشرطة وقال لهم على معلومة مهمة هتغير من أحداث القضية قال إن هو شاف جاره وهو طالع من البناية وكان بيحاول يخبي بندقية شبه اللي الشرطة بتدور عليها فدلوقتي بقى في عندهم واحد مشتبه فيه بس ما كانش عندهم أي دليل مادي ضد الراجل ده غير إن جاره شاكك فيه فالمحاققين تحروا عن الراجل ده وعرفوا إن له خطيبة وعيش معاه في نفس الشقة وإنها دلوقتي مسافرة ولإن ممكن يكون ده المجرم الخطير اللي هما بيدوروا عليه فالشرطة أخدت احتياطاتها قبل ما تروح تقبض عليه فراحوا المكان راجبين عربيات عادية مش العربيات بتاعت الشرطة علشان ما يلفتوش الانتباه ورقبوا كل مداخل البنية علشان ما يعرفش يهرب ولما وصلوا وخبطوا على الباب فتح لهم راجل جسمه قليل جدا وضعيف وفتح لهم الباب بكل ارتياح لإنه كان فاكر إن دي خطبته ورجعت من الصفر ولكن الراجل اتفاجئ إن اللي على الباب الشرطة مش خطبته فالمحاقيين اقتحموا الشقة بسرعة وسألوه عن أوراق الهوية بتاعته بس الراجل ده بدل ما يطلع الهوية بتاعته سحب المسدس وحاول يهرب بس الشرطة سيطرت على الوضع بسرعة وعرفوا إن الراجل ده اسمه اناتولي اونو بريينكو عنده 36 سنة فالمحاقيين بعد ما قاموا بتفتيش الشقة كويس لقوا كمية أدلة كتيرة جدا موجودة في الشقة ومنها حاجات أخدها من مسارح الجريمة غالبا أخدها كاتسكار المهم اناتولي كان بيقول إن هو بريء وكان مصرر إن الحاجات دي مش بتاعته إنما بتاعت واحد صاحبه ولكن في الوقت ده أنا خطبته رجعت البيت لأن ده زي ما قلنا كان معاد رجعها فاستجوبوها هي كمان فقالت إن خطبها ده يعني أطيب وأرق وأحن راجل شافته في حياتها كلها وإنه أب حنين لأولادها اللي من جزء السابق وإن مستحيل يكون هو القاتل اللي هما بيدوروا عليه ورعب أوكرانيا كلها ولكن كان واضح جدا إنها كانت متعرفش أي حاجة عن حقيقة زوج المستقبل السعيد لأنها أثناء استجوابها المحققين عرفوا منها معلومات في غاية الأهمية قالت إن هو قال لها إنه بيشتغل رجل أعمال فبيحتاج إن هو يسافر من وقت للتاني فقالت على تواريخ الأيام اللي هو كان بيبقى مسافر فيها في شغل واتضح إنها نفس الأيام اللي حصلت فيها الجرائم وده كان من ضمن الأدلة القوية ضده الشرطة كمان لقيت 122 مقالة عن الضحايا كان محتفظ بيهم في شاقته والأهم من ده كله إنهم لقوا بندقية صيد من نفس النوع المستخدم في عمليات القتل بس المحاقيين كانوا برضو عايزين يتأكدوا تماما إنه هو ده فعلا الشخص اللي رعب أوكرانيا كلها وكانوا عايزينه يعترف في الأول قال إنه هو مش هيكلم ولا يقول أي حاجة إلا لما يعملوله كل اللي هو عايزه وتفتكروا كان عايز يطلب إيه إن مثلا لو اعترف يخففوا الحكم عنه في الحقيقة لا الراجل ده كان عنده مطالب من نوع تاني خالص طلب يجابوله كيلو حلويات وشوية سجوء ومكرمشات ولو ما جابوش اللي هو عايزه مش هيكلم ولا يقول ولا كلمة واحدة فأنا أعتقد إنهما جابوله اللي هو عايزه لأن الراجل ده فعلا اعترف واعترف كمان بحاجات أكتر من المحققين كانوا عايزين يعرفوها وقالوا إن الراجل ده عقله عبارة عن متاهة من الرعب والأفكار الشريرة وسجلوا اعترفاته المفزعة بالصوت والصورة المهم الاستجواب معاه أخذ حوالي شهر واتضح إنه قتل 52 ضحية مش 40 بس لإنه قتل ناس زمان ومحدش مسكوا وهنتكلم عليهم بعد كده في الفيديو المهم أناتولي وافق إنه هو يشرح لهم بالتفصيل إزاي نفذ عمليات القتل وفي 28 يونيو 1997 الشرطة أخذت أناتولي للأماكن اللي تمت فيها الجرائم والعجيب إنه هو بيشرح تفاصيل القتل كان بارد جداً وهادي بشكل مخيف وقال إن الموضوع كان سهل التنفيذ جداً المحاقين كانوا عايزين يتأكدوا إن كان أناتولي عائل ولا مجنون فقاموا بتشكيل لجنة من الأطباء النفسيين وعملوا مقابلة مع أناتولي وأثناء المقابلة قال إنه هو بيسمع أصوات في دماغه وبتكلمه وهو بيرد عليهم وبيكلمهم وقال أنا دلوقتي في أصوات في دماغي بتقولي معلومات عن كل واحد فيكم وقال إنه هو كان بيحب يتفرج على الضحايا اللي بيقتلهم وكان بيحب يرقبهم في الدقائق الأخيرة في حياتهم وهم بيحتضروا السؤال هنا هو الراجل ده مختل عقلياً ولا بيعمل كده علشان يخففه الحكم من عليه وعشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نعرف قصة أناتولي من الأول أناتولي أونو بيريانكو اتولد في شمال أوكرانيا في يوليو 1959 مامته توفت وهو عنده أربع سنين وهو واخوك كبير كانوا عايشين مع باباه واللي كان بيعملهم معاملة سيئة وكان بيشرب كحول كتير والسبب غير معروف باباه قرر إنه يوديه يعيش في ملجأ الأيتام في حين إن أخوه الكبير فضل عايش مع باباه عادي جداً ولكن أناتولي اتقلم مع جو الملجأ وفي سن 14 سنة كان مهتم بلعب الرياضة لكن مستوى في الدراسة كان سيئ جداً وبدأ يشرب كحول وسجاير وكمان يسرق وبعد كده خلص المدرسة وهو عنده 17 سنة والكلام ده كان سنة 1976 وبعدها دخل الجيش وهناك اتضرب على ضرب الرصاص ولما بقى عنده 20 سنة كان دايماً بيحس إنه هو شخص منبوز وغير مرغوب فيه وكان بيقول إنه هو ما كانش عنده القدرة على إنه هو يفهم الناس وطريقة تفكيرهم المهم بعد ما خلص الجيش اشتغل على سفينة سيحية في ميناء أوديسة وبقى محترف في سرقة الفلوس من الغرف أو الكبائن بتاعة النزلاء وده لإنه كان عايز يجيب هدايا للبنات اللي هو كان بيصاحبهم وفي الفترة دي اتعرف على بنت جرسونة وارتبطه والبنت بقى تحامل فساب شغله في السفينة علشان يبقى مع العيلة الجديدة بتاعته ولكن بعد ما الطفلة ولد ساب خطبته وابنه حديث الولادة ومشي وعمره ما اتصل بيهم تاني أبداً وقال إن أول جريمة قتل قام بيها كانت في أواخر التمانينات بعد ما ساب خطبته على طول فاللي حصل النقطة حم شقت صحبة البيت بتاعه على أمل إنه هو يسرق أي حاجة لها إيمة ولكن صحبة الشقة رجعت البيت بدري قبل ما يخلص سرقة فهو توتر وبدون تفكير قتلها وهرب ومن ساعتها محد الشك فيه إطلاقاً المهم أناتولي في الفترة دي كان له صديق اسمه سرجي وسرقه بيوت كتير جداً مع بعض وفي يوم من الأيام سنة 1989 أناتولي كان سيئل عربية ومعاه صديقه سرجي وفي الطريق شاف عربية من العربيات اللي هي بتبقى جرى كارفان وراها المهم هو مش بسرعة بالعربية بتاعته ووقف فجأة قدام الكارفان فأجبره إن هو يقف ورح طلع مسدس من جيبه ونزل بسرعة من العربية بتاعته فصاحبه افتكر إن هو هيسرق الزجين اللي كانوا جوه العربية ولكن مش ده اللي أناتولي كان ناوي يعمله لإنه لما نزل وقرب من العربية قال السواق يفتح زجاج العربية وبدون أي مقدمات فجأة ضرب النار على السواق ومراته وبعد كده طلع الجسس ودفنهم وبعد كده ولع النار في العربية وطبعاً صاحبه بعد ما شاف اللي حصل قدام عينيه كان مصدوم لإن طبعاً السرقة غير القتل فأناتولي هدده وقال له إن هو لو قال أي حاجة هيقتل عيلته كلها فصاحبه خاف وسكت المم أناتولي بعد الحادثة دي كان حاسس إن هو يعني مخلوقة علشان يقتل وحاس إن هو بعد ما كان منبوز ومحدش بيحبه دلوقتي القتل خلاه يحس إن هو قوي ومهم وبعد شهر من الحادثة دي أناتولي قتل زوجين تانيين كانوا موجودين في عربيتهم وقتلهم بنفس الطريقة وبنفس السيناريو خلي بالكم إن احنا كل ده بنحكي في سنة 1989 المهم في نفس السنة وبنفس الطريقة قتل زوجين بالرصاص أثناء ما كانوا نايمين في العربية وكان معاهم ابنهم 11 سنة وبعد كده حرق العربية العجيب إن بعد جرائم القتل اللي أناتولي ارتكبها سنة 1989 جرائم القتل فجأة وقفت لمدة 6 سنين كاملين ومحدش عارف ليه ولكن أناتولي في خلال الست سنين دول سافر وعاش في دول مختلفة في أوروبا فالمحاقين سألوه إن كان قتل أي حد تاني في الدول دي فهو قال لا أنا سرقت بس وفي سنة 1995 أناتولي قرر إن هو يرجع يعيش في أوكرانيا تاني والمشكلة إن طول السنين دي الشرطة عمرها معرفت مين المسؤول عن جرائم القتل اللي ارتكبها أناتولي في 1989 فلما رجع أوكرانيا ولقى إن محدش اكتشف اللي هو عمله في أواخر التمانينات ولا حتى بيدوروا على المجرم فرجع يقتل من تاني وخلي بالكم إن في الفترة دي الاتحاد السوفيتي اتفكك وأوكرانيا بقت مستقلة ولكن النتيجة إن الحكومة الجديدة في الوقت ده كانت لسه مش مستقرة وفي حالة فوضى فالوضع ده كان في مصلحة أناتولي المهم أناتولي بعد ما رجع أوكرانيا هو كان عنده قريب صيادين فبطبيعة الحال عندهم بنادق صيد فراح في يوم يزورهم وبالمرة يسرقهم فسرق من عندهم بندقية الصيد وشوية حاجات خفيفة كمان فدلوقت إحنا في سنة 1995 وأناتولي معاه بندقية الصيد المسروقة وابتدى سلسلة القتل بعد غياب 6 سنين فسافر على أوديسة وهناك اقتحم منزل سيدة عمرها 70 سنة وضرب عليها النار وولع النار في البيت وأثناء الاستجواب لما كان بيحكي عن الجريمة دي تحديدا قال إن هدفه ما كانش السرقة ولكن كان هدفه إن هو يخوف الناس وينشر الرعب المهم بعد الحادثة دي بأربعة أيام في مدينة ملين ضرب الرصاص على راجل ومراته كانوا قاعدين في عربيتهم وأخذ فلوسهم قبل ما يولع في العربية وبعدها بشهر بدأ يقتل بس بأسلوب مختلف فبقى بيستهدف الناس في البيوت بالليل مش في العربيات زي زمان وكانت الجرائم كلها بنفس الشكل ونفس النمط المشكلة إن سنة 1995 الشتة في أوكرانيا كان من أبرض السنين في تاريخ أوكرانيا كلها درجة الحرارة كانت بتوصل لسالب أربعين وكانت الكهرباء بتقطع كتير جدا من الكرة فكان بيبقى فيه فترات طويلة الدنيا ظلمة لإن مفيش كهرباء فأنا تقولي كان بيستغل الموضوع ده لصالحه وكان بيستهدف الكرة الصغيرة لإن بيبقى فيها بيوت كبيرة وعادة بيبقى عايش فيها الناس كتير يعني مثلا ممكن تلاقي الجد والجدة والأولاد والأحفاد كلهم عايشين في نفس البيت وبكده هيقدر يقتل عدد كبير من الناس في مكان واحد وزي ما قلنا إن الجرائم كلها كانت بنفس النمط فأنا مش هحكيهم واحدة واحدة لإن كده يعني مش هنخلص النهاردة هحكي بس الجرائم المهمة فيهم فاللي كان بيعمله في كل الجرائم إنه هو بيرمي توبع الشباك أو إنه هو مثلا يعمل دوشة بره البيت اللي هو عايز يقطحمه فصاحب البيت يطلع بره ويشوف إيه الدوشة اللي حصلت دي وأول ما بيطلع أناتولي بيكون مستنيه بره على الباب ويدرب عليه النار وبعد كده يدخل جوه البيت وغالبا الزوجة بتبقى تاني واحدة بتتقتل وبعد كده الأولاد المهم في نفس الوقت ده أناتولي كان قاعد عند ابن عمه بس مرات ابن عمه لحظت إن أناتولي كان مخب سلاح تحت سريره فقالت له جوزها يمشي من البيت لكن ابن عم أناتولي بدل ما يعمل كده ويبقى شكل وحش قدام ابن عمه قرر إنه هو يعرفه على واحدة اسمها أنا مطلقة وأم الطفلين فلو عاجبوا بعض يروح يقعد عندها وكده يبقى هو طلعوا من البيت وبالفعل بعد ما تعرفوا على بعض وأعجبوا بعض أناتولي راح عايش مع أنا المهم بعد ارتبطهم بفترة صغيرة أناتولي سفر لمدينة اسمها براتكوفيتشي وأثناء ما كان ماشي في الشارع شاف راجل بيعلق ستير في بيته الجديد فأناتولي ضرب عليه الرصاص من الشباك فالراجل مات في ساعتها بعدها دخل البيت وقاتل مرات الراجل وأختها التوأم وبعد كده قطع صباع الزوجة علشان ياخد خاتم الزواج من إيديها وبعد ما خلص أخد القطر ورجع لخطبته أنا بعد ما خلص رحلة العمل بتاعته وفي نفس الليلة اللي رجع فيها اتقدم له ودى لها الخاتم اللي أخده من صباع الست اللي لسه قاتلها قبل ما ييجب كم ساعة مش عارفة أنا إحساسة كان إيه بعد كده لما عرفت الخاتم ده أناتولي كان جايبه لها إزاي ومنين المحاقيين لاحظوا إن الحاجة اللي كانت مشتركة في كل مسارح الجريمة إنه هو كان بيستهدف البيوت المبنية جديد في أماكن هادية وبيهجم عليهم بالليل وبيستخدم نفس نوع السلاح المحاقيين كانوا بيقولوا إن السبب في الجرائم مش بهدف السرقة ولكن حبه في الدم والقتل والحاجات اللي هو كان بياخدها من مسارح الجريمة كان بياخدها كتسكار أو هدايا لخطبته أولادها مش ليه هو تعالوا بقى نرجع لاستجواب الأطباء النفسيين لأناتولي علشان نعرف إن كان هو عائل ولا مجنون أناتولي كان بيقول إن الشيطان هو اللي أمره يعمل كده وقال إن هو كان بيخلص على الأطفال علشان ما يكونوش أيتام زيه لأنه عايش حياة قاسية جدا في دار الأيتام فما كانش عايزه من هما يعانوا زيه طب ما تسيب لهم أهلهم عايشين يا أخي المهم إيه بقى رأي الأطباء النفسيين في اللي هو قاله باختصار قاله إن هو بيستهبل بس يعني أنا هقول لكم بالضبط اللي هما قالوا قالوا إن احتمال يكون كان بيقتل العائلات دي يعني كوسيلة للانتقام من أبوه وأمه علشان سابوه هو بصغير يا طبعا أمه اتوفت وهو صغير بس يعني ده اللي هما قالوا وإن والده حطه في ملجأ الأيتام وقالوا إن أناتولي مسؤول عن كل أفعاله ويعرف يفرق ما بين الصح والغلط وإن هو مؤهل إن هو يدخل المحكمة ويتحاكم على الجرائم اللي هو ارتكبها وقالوا إن كل قصصه عن الشيطان والأصوات الغريبة اللي هو بيسمعها في دماغه وإن الشيطان هو اللي خلاني أعمل كده ما هي إلا جزء من مصرحية لجذب الانتباه أو إن هما يخففوا من عليه الحكم العجيب بقى إن هو في إحدى المقابلات مع التلفزيون اعترف إن هو في سنة 1995 قتل 40 شخص من بينهم 10 أطفال خلال 3 شهور وقتل 12 شخص في 1989 والسبب ليه هو عمل كده يعني السبب كان عجيب وغريب وهو إنه حاسس إن هو مزيج ما بين إنسان بشري وإنسان آلي يعني وإن المفروض إن الإنسان الآلي هو اللي كان يقوم بعمليات القتل دي بس في الآخر يعني هو اضطر هو اللي يعمل كده يعني الموضوع ملخبط يعني وما حدش فاهم مين فيهم الآلي ومين فيهم البشري يعني المهم بدأت المحاكمة في 23 نوفمبر 1998 وعائلات الضحايا كانوا مليين قاعة المحكمة وفي انتظار الحكم على الراجل اللي قتل أريبهم والناس اللي هم بيحبوهم وكل يوم في المحكمة كان بيبقى فيه 15 زابط شرطة مسكين آناتولي وبيدخلوه الأفص وعلى الرغم من إن الأطباء النفسيين قالوا إن هو عائل إلا إن تصرفاته في المحكمة كانت في منتهج جنان يعني مثلا يقولك إن هو بيتبع أوامر الشيطان وإن الناس فاهمينه غلط ولكن المدع العام قال إن هو بيحاول يتلاعب بالمحكمة علشان كده بيحاول يباني إن هو مجنون ولإن قاعة المحكمة يعني كانت بتبقى مليانة بالناس والصحفيين والكاميرات فأناتولي كان بيبقى مستمتع جدا إن الأضواء بتبقى متصلطة عليه وهو بيتكلم وبيشهد وكان حاسس إن هو مهم جدا كان في المحكمة كمان صديق أناتولي القديم سيرجاي لإنه يعتبر شاهد على جرائم القتل اللي حصلت سنة 1989 وعلى حسب كلام إن هو مشتركش في جرائم القتل دي وإن أناتولي هو المسؤول الوحيد عن الجرائم دي كلها وبالفعل أناتولي أكد على صح الكلام صاحبه ولكن طبعا سيرجاي كان مزنب لإن هو تسطر على جرائم القتل دي واتحكم عليه بالسجن 13 سنة المشكلة إن سيرجاي لو كان بلغ في ساعتها ما كانتش كل الجرائم دي حصلت المهمة في 31 مارس 1999 اتحكم على أناتولي بالإعدام بتهمة قتل 52 شخص ولكن بسبب تغيير القوانين في أوكرانيا حكم الإعدام اتوقف وطبعا الخبر ده خل أهالي الضحايا زعلنين جدا واعترضوا على قرار وقف الإعدام وفيه كمان أعضاء في البرلمان طلبوا بتنفيذ حكم الإعدام على أناتولي ولكن مع الأسف عقوبة الإعدام اتلغت وتحولت لسجن مدى الحياة وأصبح مؤهل للإفراج المشروط بعد 20 سنة يعني كان مفروض يطلع يعني أعتقد سنة 2019 وطبعا ده لو طلع هيكمل المسيرة عادي جدا ومش هيكون كمان سنه وساعتها كبير هيكون حوالي مثلا 60 ولا 61 سنة أناتولي بعد الحكم ودخول السجن كان بيقول إن هو أصلا كان ناوي يقتل 360 شخص وإن هو ناوي يكمل اللي هو عايز يعمله ويقتل 360 شخص وما فيش حاجة هتقف في طريقه لأنه هو هيهرب من السجن ويطلع يكمل مشواره بس المرة دي لما هيهرب هياخد باله أكتر من الأول علشان ما يتمسكش ولكن في 27 أغسطس 2013 أناتولي اتوفى بالسجدة القلبية في السجن وكان عمره 54 سنة في بداية القصة قلتلكم إن أنا هحكي لكم حاجة في آخر الفيديو فالقصة أثناء البحث عن القاتل وقبل ما يقبضوا على أناتولي حاجة مأساوية حصلت بسبب الشرطة الأوكرانية فاللي حصل إنهم في مارس 1996 شكوا في واحد اسمه يوري موزولا عنده 26 سنة فقابضوا عليه وكانوا معتقدين إن هو ده اللي مسؤول عن جرائم القتل وقاموا باستجوابه على مدار 3 أيام هم استجوبوه بس على طريقتهم الخاصة وطبعا أنا لو شرحت لكم طريقته الخاصة يعني الفيديو ده مش هيعديه بس إنتوا أكيد متخيلين طريقتهم الخاصة دي هتكون عاملة إزاي المهم إن الولد كان بريء ولإنه مش هو المسؤول فرفض إن هو يعترف عن الجرائم دي وبسبب اسلوب الاستجواب الراجل مات بسببهم بس بعد كده السبع أشخاص اللي قاموا باستجوابه اتحكم عليهم بالسجن لأنهم كانوا مسؤولين عن وفاته وبعدها ب17 يوم بس تم العصور على القاتل الحقيقي اللي هو أناتولي أونو بريينكو كنت عايزة أقول إن القصة دي يعني دواختني جدا علشان أكتبها بشكل مناسب فأتمنى إن هي تكون عجبتكم ولو لسه قاعدين لغاية دلوقتي اكتبوا لي كلمة السر هيبة بتحبكو وما تنسوش تقولولي رأيكم في القضية وأشوفكم الفيديو الجاي على خير مع السلامة